اشتركوا في القناة مع بعض يلا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إيش معنى الآيات هاي شو يعني قل هو الله أحد الله أحد يعني إيش واحد كيف يعني واحد يعني لا يوجد إله ثاني أحد بمعنى واحد ما في إله ثاني يعني بقط الله سبحانه وتعالى موجود الله الصمد ماذا يعني الصمد الصمد يعني المتوجه له بالعبادة والدعاء بمعنى يوم بتكيجي تدعي بتدعي مين بتدعي ربنا هاي معنى الصمد لم يلد ولم يولد يعني ما حدا ولده وله بيلد ولم يكن له كفوا أحد يعني لا يوجد له كفوا أو مساوي أحد هاي هي صورة الإخلاص نشاهد فيديو أركان الإيمان للأطفال من القرص المدمج ثم نجيب طيب نذكر مع بعض كم عدد أركان الإيمان عدد أركان الإيمان ستة نعدد بعضا منها أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره بمعنى بدك تؤمن بربنا هو الركن الأول من أركان الإيمان وأنك تؤمن بربنا شو يعني يعني أنك تصدق القلب بأن الله تعالى موجود لك تصدق أن ربنا موجود وأنه سبحانه خالق ومسير لكل ما في الكون وأنه اللي عملي الكون وبسير كل إشي فيه هذا هو الإيمان بالله تعالى مثلا نتأمل النحلة تمتص رحيق الأزهار وشو بتعطينا العسل البقرة بتأكل الحشب وبتعطيك الحليب يعني سبحان الله كيف الغزالة بيأكل العشب وبنتج المسك هاي المية المزرعات تسقى بالماء شو بتعطيك الثمار فسبحان الله كيف هذا الحكي صار الله سبحانه وتعالى هو الخالق وسير لكل ما في الكون شو يعني سير يعني جهز ونسق وعمل كل إشي اللي يمشي هذا الكون بالطريقة اللي موجودة الحين بنظام دقيق سبحانه وتعالى أؤمن بالله تعالى وأعبده وحده فقط نعبد الله لا إله إلا الله هو أي خالق الكون وبين اختلاف المذاق أو اللون أو الشكل بين ثمار الأشجار الآتية لاحظ العنب كيف شكله الليمون والورتقال والتفاح والبلح الله خلقها متنوع كل واحدة طلت سبحان الله بنظام دقيق اللي يخرج كل ثمارا بشكل مختلف أجيب يلا نضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة خطأ بجانب العبارة غير الصحيحة الإيمان بالله تعالى يعني التصديق القلبي بوجود الله تعالى يعني طبعا هذا الحك الصحيح الكواكب والنجوم لا يصطدم بعضها ببعض لأنها تسير ببطء خطأ لأن الله شماله سيّرها لأن الله سيّرها المسلم يعبد الله تعالى وحده صح وبين أن الله خالق ومسير من كل الصورتين الآتيتين لاحظة يا جماعة الخير بأن الدجاجة بتيجي بترقد على البيضة والبيضة شو مالها البيضة بتفقس وبتصير إيه بتصير صوص صغير فالله سبحانه وتعالى هو اللي يسّر الدجاجة أن ترقد على البيضة وكذلك هنا يسّر ومسير أن هنا النمل يتغذى على إيه على قطعة الحلوى اللي سقطت مشان يتكاثر ويعيش درس إن شاء الله كثير سهل إذن باختصار نعبد الله تعالى وحده ونؤمن بأنه موجود نشوفكم إن شاء الله في درس قادم إلى اللقاء